هذا كلام ابن حجر كلام واضح ولذلك ذكر ما عنده ابن ماجه قال صلى الله عليه وآله وسلم تعتزل تلك الفرق ولو أنت عضَّ على أصل جذل وهو عود تحتك به الإبل حتى يأتيك الموت وأنت عاضٌ عليه ذكر رحمه الله كلام البيضاوي قال مما يدل على أن من عضَّ الشجر عليه أن يتحمل ما يأتيه من شدةٍ في الزمان إذا كفرت الأحزاب ولم يكن هناك إمام فليصبر كما يقال خلالٌ يعُظُّ على الحجر من شدة الألم قال ابن حجر رحمه الله قال ويُحتمل أنه يكون مُنازمًا للعض على أصل تلك الشجر حتى يأتيه الموت ولا يذهب إلى أي طائفة من تلك الطوائف ولا إلى أي حزبٍ من تلك الأحزاب قال ويدلُّ عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم عضُّ عليها بالنواجذ